كان يطول كل من مشاه في كل زمن وكان واسع العطن يضحك بالتبس ووجهه مدور وهو خميص أزهر وهو بهي أسمر مرتل التكلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما أعونك يا معين وبك نستعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فهذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بهما من أكرم الخادمين وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد بن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولى دونها في مسكنه طوباء حرسها الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام أحد عشر وثلاثمائة وألف من هجرة من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى ومنها الرائية وهي هذه قلبي له في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والمور جرار قلبي له في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والمور جرار يلوم جسمي دأبا في الجلوس بلا علم ولا عمل والنفس غرار ما زال للخير يدعوه ويجذبه وللسعادة دأبا وهو قرار يلومه وهو في قهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عم القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم وجهت وجيه تائبا أبدا لله توبة من أدناه غفار غفار لغفر ذنوبي وحكا كبلي بمن علي لترك زوره عار بمن يخاطبني في زور روضته بيتان من قول من بالعرف أمار زور من تحب وإن شطت بك الدار وحال من دونه سهل وأوعار لا يمنع أنك بعد من زيارته إن المحب لمن يهواه زوار إليه قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجيه إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما عاب أوزار وجهت وجيه إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حج ومن زار هب لي بفضلك يا وهاب يا ملك كوني لديك كمن بالروح زوار بجاه من حيث مسادا تقاربهم شمس تقاربها في الصحو أقمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بحر حواليه آبار وأنهار للبدر نور عظيم يستنار به لكن إذا لم يكن للشمس إظهار للقصب طول لدى عين له نظرت لكن إذا حوله لم تنب تشجار يكون للبير ما عنطاب مشربه لكنه من خليج البحر أقطار أطل ماء ولا كالوبل منسجما ولا تجار الندى بالماء أمطار ذاك الملاذ الذي أرج النجاة به دنيا وأخرى فليتي حوله جار وهو الذي عيق جسمي عن زيارته لكن لساني له كالقلب زوار له وعليا لوجه الله دين ثنى مستحسن كل عام يوم يختار وهو النجيب الذي في وصف خلقته وخلقه قيل تسجاع وأشعار ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حازم عشار أهل الفصاحة طرعا بالثنى مدحو وليس يدرك بالأكواب التيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه جونه عقل وأفكار فلا تقيس بن عبد الله بالفضل إن الكواكب يخفيها سلمار للمصطفى خير خلق الله منزلة لوجهت نحوها كل الورى حار رعم الورى نيل فضل المسرعين له والفضل عند رسول الله قرار كلتا يديه لها سعي تلازمه بذل وبأس لمن لانوا ومن جار له من العلم ما لم يحوه بشر أو جن أو ملك والصدر مزخار له لدى الله سر لا يطالعه بالكد والعلم أرهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف منه فرار له من الحلم ما لم يحوه جبل لاق الأذى في البرايا وهو صبار إِنَّ الرَّسُولَ لَسَيْفٌ يُصْتَضَاءُ بِهِ مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ بَتَّارُ لِلْكُلِّ مِنْ جُمْلَةِ الْأَخْيَارِ مَرْتَبَةٌ لَكِنَّمَا أَحْمَدُ الْمُخْتَارُ لِلْكُلِّ مِنْ جُمْلَةِ الْأَخْيَارِ مَرْتَبَةٌ لَكِنَّمَا أَحْمَدُ الْمُخْتَارُ مُخْتَارُ صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلماً طبق ما يهوى ويختار والآل من باختصاص قد حووا شرفاً لأنهم للوراء سادات أخيار وصحبه الغر من أقرانهم سبقوا إذ بعضهم حاجروا والبعض أنصار وصحبه الغر من أقرانهم سبقوا إذ بعضهم هاجروا والبعض أنصار لهم لدى الله تحصيص بما ظفروا هم النجوم لقوم في الدجا سار لهم لدى الله تنويل شفاعل إذ زايل الكل أدناس وأكدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرّاً وخفضي الذي أعلته كفار والصفح والحلم دأب للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلف الصديق مع عمر عثمانهم وعلي النعم لبرار لا سيما الخلف الصديق مع عمر عثمانهم وعلي النعم لبرار عليهم الدهر رضوان الإله كما قد استناروا بنور منه لنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عن الدنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يروا من خفاض ضد دهر أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا تروم الجنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤاد اليوم أغيار سألت ربي صلاة منه دائمة عني له مع قوم آله صار سألت ربي صلاة منه دائمة عني له مع من في حبه حار سألت ربي صلاة قد تطهرني منه إليه لها نور وأسرار سألت ربي صلاة قد تقربني منه إليه دنيا وأخرى مثل من خار أما أبو بكر الصديق سيدنا فللجميع بأن قد فاق إقرار أما أبو بكر الصديق سيدنا فللجميع بأن قد فاق إقرار وبان إذ رافق المختار وحدهما في الضيق نحو محل فيه لنصار إذ أخرجوه بتكذيب وبعدهم مهاجرا لمكان أرضه الدار باتوا بمكر عظيم حول مرقده والكل منهم بسوء فيه أمار وقابلوه بسوء حاسدين له في ليلة سار فيها وهو صبار ووجه نحوه من واجروه على إتيانه فوق طرف وهو كرار ساق سراقة سرا كي يجيء به وأن يكون له أجر ومقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يُعطى من الأدر ثم الطرف قرار وعاهد البر مرات لينقذه حتى يتوب لمن للذنب غفار وحين أبصره الصديق ذا سرع وتحته شيظم بالشأو فرار وحين أبصره الصديق ذا سرع وتحته شيظم بالشأو فرار وليس عندهما غير الحفيظ له قال المكرم لا تحزن من جار فصار يدعى بثاني اثنين حينهما أخفاهما النسج والورقاء والغار وفي فضائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار وعسى النبي بأموال وأنكحه بنتا ولم يعره شك وإنكار لم يشرب الخمر لم يسجد إلى صنم والوالدان مع الأولاد أبرار لم يشرب الخمر لم يسجد إلى صنم والوالدان مع الأولاد أبرار أما أبو حفر الفاروق سيدنا ففي مزاياه لا يرتاب ديار أما أبو حفر الفاروق سيدنا ففي مزاياه لا يرتاب ديار وهو المتم ذوي الإسلام يوم هدا ميما به كان للإسلام إظهار والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق القل قهار معلما أن إسلام الفتاة عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كالتفكار قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه لمصار وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع عمر فالفضل مظهار ومن كراماته بعث الكتاب إلى نين توقف ثم الماء بالمدرار ومن كراماته بعث الكتاب إلى نين توقف ثم الماء مدرار أما ابن عفان أي عثمان سيدنا فحاله فيه بالتفضيل إشعار أما ابن عفان أي عثمان سيدنا فحاله فيه بالتفضيل إشعار حاز الشهادة والنورين ثم له من الرسول خصوصات وأسرار بات النبي إلى فجر يروم له رضا من الله ذا التفضيل كبار حاز ابنتيه ورضوانا ومغفرة إذ عنه قد حط إجهار وإسرار وفيه قال النبي عثمان يشفع في سبعين ألفا وكل حقه النار وهو الذي منه تستحي ملائكة والمصطفى فله قدر بل قدار ومن كراماته أن حاصره طم يوما على الدار ظلما وهو صبار صلت ملائكة الرحمن يوم قضى عليه وفق الذي أبدته أخبار ومن خوارقه أنثال من دمه على الكتاب لياد فيه إندار أما ابن عم رسول الله سيدنا زوج البتول علي فهو مختار أما ابن عم رسول الله سيدنا زوج البتول علي فهو مختار له الشجاعة والعرفان مع شرف والحب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملاء ولخير الخلق لندار له أقر رسول الله منزلة منه كهارون من موسى لدنسار ومن شجاعته أن بات مبطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار مع كون كل عدو بات يحرسه والمطفى عنه منهم كفة بصار وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليدفع عنه ما يبغيه من جار وحينما خرج المختار واجههم بقبضة من تراب والعذا حار فضائل الصحب عند الله جل على عن عدها كلا تقلام وأسطار سألته جل بالمختار ثم بهم أن لا أزال الذي لختار أختار يا رب بالمصطفى الما حمه معصيتي قد ضيع العمر تسويف وإسرار يا رب بالمصطفى الما حمه معصيتي قد ضيع العمر تسويف وإسرار فليخرج اليوم من قلب اتباع هوا بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخله معرفة والحق والصبر والأولى وإجبار حتى أفارق أفحالا مقبحة حتى أفارق أفعالا مقبحة مع تلازم ما يحرى به الجار ومنك أبغي صلاة بالسلام على خير ورى بجميع آل من خار وأن تسوق صلاة بالسلام له عني تشمل قوما صحبه صار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تزايدني في الحين أوزار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلبي الدهر عنوار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلبي منه أسرار وأن يلازمني توحيده أبدا وصالحات وآداب وأذكار وأن أكون بعهدي موفيا أبدا بلا التفات إلى ما فيه أغيار وأن أكون على الأعداء معتليا حتى لي انقاد تشرار وأخياره وأن أكون سعيدا عابدا أبدا وخادما خدمة ترضى وتختاره يا رب صل على المختار وارض به عنهم رضاء له عود وتكرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم أن لا أخالط ما للضر جرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم أن لا أخالط ما للضر جرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسدين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله هذا سلم الوصول في الثناء على النبي الرسول على من علي ولست صديح له كل عام هدايا مديح على من علي ولست صديح له كل عام هدايا مديح صلاة تحاذي سلام العلي بآل وصحب وكل نصيح أديموا ثناء على المرتجاء وصلوا عليه صلاة النصوح فإني أصلي عليه هنا بآل وصحب وكل صليح إلهي فصلي بغير انتهاء على المصطفى ذي المحي الصبيح إلهي فصلي على من أتا محبا محبا صبورا صفوح إلهي فصلي على من أتا تقيا نقيا رئيسا رجوح إلهي فصلي على من أتا مطيعا مطاعا لرشد الجنوح إلهي فصلي على من أتا ببر وماح لكل قبيح صلاة تكف البلا والرداء تجرمنا لا تشوب مصوح صلاة ترقي لنيل العلا تقوّل عقول بعقد صحيح صلاة تجود بخير منن يزول بها عيب نفس وروح صلاة تريني هنا وجهه عيالا ليشفي قلب الجريح صلاة تربي المصلي الذي دعاه اللعين لشيء مطيح صرفت لساني وقلبي معا الى المبتغى منه خير ستوح الى المصطفى المنتقى المجتبى عنيت الكريم الشفيع النصيح هو المعتمى المكتفي المكتفى به والوكيل الأجير ربوح مربا مرب رسول النبي مجي الإله الكريم الفصيح مربا مرب رسول النبي نجي الإله الكريم الفصيح جميل المحيى ذكي الحجاء مبر معاد لكل طريح زعيم بكشف قروب الذي يلوذ به لاتقاء دنوح حرام على من هداه أبا دخول جنان بخيلا تريح ومن لم يلج نهجه ينتظر بغل ثقيل ونار لفوح طفونا على غيرنا بالعلاء إذ المصطفى قد طفى بالرجوه أديم امتداحا لبحر النداء جزيل اللهى فتنالوا ربوه أديم ثناء الذي قد حوا سجاي الكرام بفضل المنوح فلا ينبغي أن يفوه دكي بمدح عجيب لغير سموح فمدح النبي الكريم العليم يكف العنا والردى والفضوح يصفي فؤادا عراه الأداء ويجل الصدا والظلام الطموح مدحت النبي الكريم السخيم وأرجو به الدهر أن لا أطوح حمدت إلهي الذي جرني إلى خدمة المجتبى ذي الفتوح حمدت إلهي حمدا يفي بخير مزيد على ما أتيح حمدت إلهي الذي جرني إلى خدمة المقتفى بالصموح حمدت إلهي بشكر له على جذب قلبي لحب النصيح لحب الرسول الذي سرمدا أصلي عليه بمدح مليح فكن سيدي للخديم الدني شفيعا ليوم العنا والكلوح عليه سلام الذي أبتغي لديه ختاما بفوز يريح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم شكوت أموري وذنب العظيم لرب القدير الغفور الرحيم فكن مشكيا لي وهب لي المناء بجاه النبي الشفيع الكريم وصل عليه بغير انتهاء وسلم سلاما عليه يدون وكن لي وليا هنا وغدا وكن لي نصيرا فإني عديم وكن بي لطيفا وهب لي رضا وكن لي غفورا فإني مليم وكن لي معينا على مطلبي وكن مقدرا لي فإني سئيم وهب لي صلاحا وهب لي تقن ونور جناني وزدني علوم وهب لي نجاة وزدني هدى وأصلح أموري وزدني نعيم وأخرج عيوبي وزدني علن وأبرد سقامي وفرج غموم ولا تخزيني قني مهلكا تفضحني بكوني لئيم فإني لئيم أسير الهوى وعاص ولكن إلهي حليم وعافية هب هنا وغدا لنا ولمن لهدى يستقيم وصل صلاة على المصطفى وسلم سلاما عليه يدوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كان يطول كل من مشاه في كل زمن وكان واسع العطن يضحك بالتبس ووجهه مدور وهو خميص أزهر وهو بهي أسمر مرتل التكلم